18 يوما مذهلة هكذا وصفت منظمة العفو الدولية الثورة المصرية في تقرير تجاوز 100 صفحة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة ورصد التقرير المفصل سير التحقيقات المصرية في الانتهاكات التي وقعت خلال فترة الثورة أحصت تقرير الدولي الخسائر البشرية للثورة المصرية فقد سقط نحو 840 قتيلا أغلبهم برصاص قوات الأمن المصرية بينما تجاوز عدد الجرحى 6000 بإصابات متفاوتة فيما أن الأرقام المتاحة من السجون المصرية تؤكد مقتل 189 مسجونا تقول وزارة الداخلية إنهم قتلوا أثناء محاولتهم الهرب فيما أكد التقرير استمرار حجز واعتقال عشرات نشطاء المصريين وممارسة الأجهزة الأمنية للتعذيب مصر انتفضت احتجاجا على وحشية الشرطة والفقر وقمع الحريات كما أكد التقرير الذي انتقد التحقيق الحكومي ونتائج لجنة تقص الحقائق المصرية فلم يذكر التقرير الحكومي أسماء القتلى في غياب للشفافية كما أن التقرير الرسمي تجاهل ذكر أسباب الوفاة ما يضيع حقوق أهالي الضحايا في مقادات المسؤولين المباشرين عن إطلاق النار على المتظاهرين وأخيرا غفلت اللجنة المصرية عن ذكر التعذيب والاعتقال المتواصل للناشطين المصريين الحكم بحبس وزير الداخلية المصري في تهم فساد مالي وإداري واستمرار التحقيقات مع رموز حكم مبارك لم يغب عن التقرير الدولي الذي دعا إلى محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان مع التزام الشفافية محذرا من أن استمرار اللجوء لمحاكمة المدنيين عسكريا يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بإرساء سيادة القانون في مصر مازا أمان العربية